السلام عليكم لقد نزل التحديث الأخير من سماعات أبل والذي يحمل رقم 535 وهذا التحديث يدعم انطلاقا من الجيل الثاني من السماعات إلى الاربود ماكس هذه الأجهال كلها تدعم هذا التحديث هذا التحديث تقول أبل بأنها قامت فيه بإصلاح بعض الأخطاء والمشاكل لا جديد مرحوظ يذكر سوى أنها قامت بإصلاح هذه الأخطاء والمشاكل لهذا من لديه رقم أقل من البناء الذي قلناه سابقا فهذا يدلل أنه ما زال للتحديث القديم ولطريقة التحديث فهي سهلة جدا وكما العادة سنقوم بشرح الطريقة التحديث التي لا تتغير نقوم بشبك سماعاتنا مع هاتف الآيفون انطلاقا من البلوتوت هكذا ونقوم بربطها بالشاحن عند ربطها بالشاحن نقوم بأخذ أحدا منها أو إثنيهما على حد سواء ونقوم بوضعها في الأذن ونقوم بتشغيل موسيقى مثلا على سبيل المثال لمدة أو إجراء مكالمة لمدة 30 إلى دقيقة وعند انتهاء هذا الوقت نقوم بإرجاع السماعة إلى مكانها ونقوم بغلق هذا الباوربانك للسماعات ونتركها بجانب الآيفون نحو 10 دقائق أو 15 دقيقة إلى نصف ساعة على أبعض التقدير وعند انتهاء الوقت نقوم هكذا بالذهب إلى مركز الإعدادات وندخل إلى سماعاتنا ونهبط هكذا ونجد هنا الفيرسيون الفيرجون تحمل هنا رقم 535 وهذا هو الرقم الأخير الذي تمكن من وصوله إليه فإن وجد هذا التحديد فهذا يدول أن السماعات قامت بالتحديد وإن لم يجده أو ما زال لديه الرقم القديم فإن عمل التحديد لم تتم ويجب عليه إعادة المحاولة هذا ما كله كان لدينا لهذا اليوم نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله ومن لم يشارك فليشارك في القناة ليصله دائما الجديد والسلام عليكم ورحمة الله